من جهتها شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بأرشا راغب على التزام الأكاديمية بدور حيادية في الحوار الوطنية مؤكدة أن الأكاديمية ستكون على مسافة واحدة من الجميع وقد توجهت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم الحوار الوطني سيذكر التاريخ أن بين جنبات هذا المبنى انطلق أول حوار وطني بين القوى والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة ولأن الأكاديمية منذ نشأتها وهي مصنع إعادة بناء الإنسان فهي مؤسسة وطنية وستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة بجميع فئات الشعب والقوى السياسية والمجتمعية مسخرة كافة إمكانيتها لإنجاح هذا الحوار الوطني مع التزامها التام أن تقوم بدوراه هذا بتجرد وحيادية وشفافية وعلى مسافة واحدة من الجميع حسب تكلفات السيد رئيس الجمهورية